في بادئ الأمر إذا رجعت أدبيات البطريق وعذاته حول الموضوع ترى أنه انطلق من موقف عفوي يعني ضاق الحمل على اللبنانيين وعلى القيادات السياسية والروحية على نحو عام مما يجري بالبلاد من ربطها بالمحاور الإقليمية والمحاور الدولية وبالصراعات التي لا شأن للبنان فيها والتي يدفع فيها الثمن كونه بلد صغير وبالتالي من هذا المنطلق تحديدا وطالما أن عددا وافرا من البلدان كانت من البلدان الصغيرة وقليلة الحجم والقوة بشكل عام ولم تكن تمتلك الترسانات العسكرية التي تؤثر في السياسات الدولية هي بادرت إلى طلب الحياة فقد جاءت أعتقد هذه الفكرة في أجندة البطريق